فات وكالة مسافر العالم للسياحة والأصفار الجزائر ضمن الوجهات العشر الأولى الجديرة بالاكتشاف خلال سنة 2018 إلى جانب كل من جزيرة جرويلاند مصر، سربيا، هواي، نيكاراغوا، الفليبين، الموزنبيق، الدينمارك، وفرنسا وأكد الرئيس المدير العام للوكالة جون فرانسواريال على موقع الوكالة أنه بعد عشرية مظلمة سيمكننا أخيراً إعادة اكتشاف عجائب بلد يزخر بطاقات هائلة فالجزائر هي إيران المغرب العربي مبرزاً أن الإقبال كبير كما ترى الوكالة أن عهداً جديداً ينفتح على الإرث الثقافي للقصب المصنفة من طرف منظمة اليونيسكو وسيلال التلال المتدخرجة نحو المتوسط والبنايات التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي من جهة أخرى وخسب موقع إيردرنال المختص في النقل الجوي فإن الجزائر من بين أكثر الوجهات التي حققت مبيعات في سنة 2017 إلى جنب فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية تايلاندا ليزانتي المغرب إسبانيا البرتغال كندا وإيطاليا ترجمة نانسي قنقر